رعى مدير التربية والتعليم في لواء وادي السير الدكتور عاطف الرواجد مندوبا عن وزير التربية والتعليم مؤتمر المدار الأول للتميز لعام 2018 الذي ناقش موضوع التنمر في المدارس وإنجازات المرأة الأردنية وتعزيز مبادئ هاشميل ولا أردني الانتماء التي تحدث عنها العقيد المتقاعد ماجد المرعي المؤتمر الأول للتميز حيث أطلق عدة محاور المحور الأول هاشميل ولا أردني الانتماء والمحور الثاني كان عن المرأة الأردنية إنجازات وتحديات تقدمه الإخصائية كان سيدة هويدة خيطان المحور الثالث كان ظاهرة العنف المدرسي والمحور الرابع جودة التعليم في المدارس الأردنية والمحور الخامس كان دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس كان المؤتمر جيد وأثار عدة قضايا وكان أهم قضية هي انتمائنا وولاءنا للهاشميين الذين هما مضلت الأردنيين وحضر المؤتمر الذي أقيم في مدارس المدار الدولية عدد من وجهاء ونواب المنطقة وأعضاء المجلس الأمني المحلي والشرطة المجتمعية في مركز أمن مرج الحمام حيث تم التأكيد على أهمية هذه المؤتمرات التي من شأنها رفع درجة التعليم للطالبة موساما بليبلي الحقيقة الدولية